يعني روح أرحب بالدينمو الحقيقي والراجل اللي لا يداخل جهد ولا ثانية ولا نقطة عرق ان هو بيشتغل لنادي الزمالك وبيشتغل في صمت وبيشتغل عشان هو بيحب نادي الزمالك وكان بيشتغل وهو برا المنصب والقريبين زينا كده والصحفين اللي كانوا يغضي نادي الزمالك كانوا عارفين أمير ده بيعمل ايه قبل ما يبقى فيه المنصب المحترم والدينمو الحقيقي وستاذ أمير مرتضى منصور مش رفاهم على القرى برحب بك تحياتي وتحيات كابتن جمال عبد الحمير وستاذ صبح عبد السلام تحياتهم كلهم ليك ساذ أمير طبعا يعني كان الله في العون عارفين جهد كبير لكن يعني هبدأ معاك من الحاجة اللي بتهم كل جماهي النادي الزمالك ملف القيد اللي عيبت الزمالك الثلاثة الجداد صنر فيه الملف ده رياح فيه طيب أنا في البداية بس أحب أشرح يعني فين المشكلة نعم هي مشكلة بسيطة جدا ان هي أصلا ما فيش يعني ما فيش مشكلة ولا قانونية ولا مشكلة دي علاقة بالقيد ولا مشكلة دي علاقة بالفيفا نعم ولا دي علاقة بأي حاجة نعم هشرح بس الاسجاق الطبيعي لتسديد اي لعب بيبقى عامل ازاي اي وقت وهشرح الوضع اللي احنا فيه بالوقتي والكلام ده طبعا اتعامل جديد جوابات الاتحاد الكورة وستاذ المسؤولين في الاتحاد الكورة خاطبناهم يعني احنا بنختارت دايما حسن النية وبغض النظر عن البيانات اللي صدرت في البطلة الاخيرة اه ضد المستشار او اي اي مشاكل حصلت احنا مفترض ان بالاخر لو فيه خلافات شخصية بيتاخد بيها اجراء اه مختلف اه يعني اللي حق ياخدوا ان فيش اي مشكلة لكن احنا بنتكلم دلوقتي على حق ناجد زي بقية الانباية اه منهم الاهلي والاسماعيل والمصر كل الانباية اه بي نظام القيد ونظام تزليل اللي عايزين بتاعها اه انا هشرح الموضوع اجراء الطبيقية اللي بيحصل اه اتحاد الكورة بيعمل ايه ويصيفها دورها بيبقى ايه والانباية بيبقى دورها ايه في التزليل عشان هشرح ال اه الكيس كلها على بها الوضع الحالي اللي احنا نعم طيب هو اللي بيحصل ان انت اه 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 الاتحاد اللي بيقى للكورة القدم بيبقى عنده نظام مثل تين ناس بيبقى نظام آآ بيربط بي حركة التناقلات اللعيبة في العالم نعم وكل التحاد بيبقى عنده نظام داخلي نعم بغير نظام داخلي آآ الشركة بقى هي اللي بتعمله يعني النظام عندنا في مصر نظام انتقالات اللعيبة ده ما لو شاء الله تبقى نعم ده نظام شركة مصرية محترمة موجودة هنا في في البيزة شركة هي اللي عامل النظام اللي هو موازي لحركة الانتقالات الداخلية نعم اللي اتحاد الكورة آآ بيشتغل عليه. مم. الاجراءات اللي اللي بتتعمل ان اتحاد الكورة بيحدث على موقع اللي هو الموقع التابعة للاتحاد الدولي بيحدث حاجتين بس. مم. بيحدث بداية الموسم ونهاية الموسم لازم يبقى كاتبهم على البوقع بتاع في المجل. مم. وبيحدث ان تفترة الانتقالات اللي اتحاد الكورة حددها. يعني لو اتحادت الكورة حدد موسم الانتقالات في مصر. آآ الفيتوي مثلا هيبدأ يوم واحد. وانتهي واحد ثلاثين. ده اتحاد الكورة بيحدده. نعم. هو بس بيكتبه على العشان الفيسة تبقى اوار باللي بيحصل الانتقالات. تمام. لكن آآ طريقة او الاجراءات التسجيل او آآ او الاجراءات الداخلية اللي بيننا الفيسة بتقول ده شأن داخلي كل التحاد ينظم هو الطريقة بتاعته. يعني مسلا عندنا في مصر. كابتن جمال عارف في الموضوع ده. نعم. الطريق التسجيل اللعيبة ايام مسلا ما كابتن جمال كان بيلعب. غير بعد ايه بعشر سنين. غير بعد ايه خمس سنين. غير السنة دي مسلا. غيروا حاجات في المجتم شغيلة. زي مسلا رسوم القيد. دي حاجة اللي فيه ما لهاش علاقة بها. ده شأن داخل. يعني كانت رسوم القيد واحد ونصف في المية على اللعيد. واحد ونصف في المية على على المادي. اتحاد الكورة والمسابقة شغيلة بيغير. خلها مسلا ثلاثة في المية عن ما فيش حاجة على اللعيد. مم. دي اجراءات داخلية. زي مسلا عدد نسخ العقود. مم. ان انت مسلا تمضي اللعيبة على اربع نسخ على التمارة على رغبة. كيفا مش طالبة الحاجات دي. كل دولة بتحط الاجراءات اللي هي طلبها او او المقتندات اللي تطلبها من الانداء. نعم. زي مسلا ان آآ آآ موضوع المدينيات. مم. ان انت تسوي مع الانداء بتاعتك مدينياتك. ان انت تبقى التبعات لهم. بتخصم المنبع. بتحجز اه مستحقات. بتعمل اه اي اجراء انت شايفه. كل ده اجراءات داخلية. كل اتحاد. مم. هو اللي بينظمها. زي مسلا في السعودية. الاتحاد السعودي الكورس القدم. انشأ حاجة اسمها هيئة الكفاءة المالية. مم. دي جهة تبع الاتحاد السعودي. بتشرف على الانداء. علشان تضمن ان هما بيصرفوا الفلوس بتاعتهم. آآ في المواضع الصحيحة. يعني ما ينفعش مسلا نيجي بقى مديون. لآآ لعيب او لنبي اخر. مستحقات او صفقة مسلا نيجي مدفعش. هو ما بيسمحلوش بالكريد انه يشتري او يبيع. الا لما يسد. بس دي هيئة كاملة وليها طريقة وليها انظام وليها نعم. احنا في مصر ما عندنش الكلام ده. مم. الطريقة اللي احنا بنمشي بيها اللي خاصة بالكريد عشان ما ندخلش كلمة الفيفا في الموضوع. ما نتحمهاش في الموضوع. الفيفا ما لهاش. الشجون الداخلية. الفيفا مسلا. ما تعرفش حاجة ما منطقة الديزل كورس الكريم منطقة الكاهرة. لا. الفيفا بالنسبة لها بتتعامل مع اتحاد الكورة بقى. اتحاد الاهلي. اتحاد الكورة بقى. هو بيشوف التريقة. نعم. الموصلة بالنسبة له يقسمها مناطق. يعني يشتغل بنظام بديل اللي هو نظام محلي. لا يشتغل بنظام ورقي. اه يعمل اربع نصخ للاغود. لا ما يعمل. يا يطلب ان اللعيب يبسم على كل صفحة. لا ما يطلبش. العقد يتصور من سنة لسنة ان هو بدل ما كان بالعربي يبقى فيه نصه عربي ونصه انجليزي. كل دي حاجات داخلية. بيش ما لهاش علاقة بيها وما تدخلش فيها. ولو بعثنا لها مش هترد علينا. يعني. ما تقولك ده شأن داخلي انا هنظر لو فيه نزيع او لو فيه شكوة هنظر فيها. لكن اي حاجة داخلية انتو اه بينكم وبين بعض. انتو اللي بتحددوها. الاتحاد هو اللي بيحددها. بس فحالا من الاتحاد يبقى بيحدد معايير معينة. مم. وبيخالفها ويرجع يسأل الكيفا يسألهم يقول لهم هي المعايير في الطاحة والغاية. تمام جدا. وهديك مسأل على كده زي موضوع كهرباء. انا بس بشرح الاول عشان الموضوع بالاخر هو مستمية. نعم. زي موضوع كهرباء لما كهرباء لجنة الانضباط طلعت قرار اللي هو ما قوش ست شهور. مم. اتحاد الكورة بعت للكيفا بيسألوا بيقول ده. اللي بيلعب ولا ما يلعب. مم. لما ردت قالت له بص على الحكم. ما قالت لهش يلعب او ما يلعب. مم. بقيت له الحكم واضح. بص على الحكم. ان الحكم ده فيه اكتر من باند. مم. لو انت بتسأل على الباند اللي ليعطى بالاقاف. ادي الباند اللي يعطى بالاقاف. لو انت. لكن انا مش مطلوب مني افسر لك الحكم. مم. فما ذلك زي الليحة او بنظام داخلي اه اتحاد الكورة عامله ان انت بتسأل الفيفا هو صحة ولا غلط وانت اللي عامل هو تسأل على حاجة انت اللي عاملت. مم. طيب. هشرح لك الاجراء بقى بيحصل ازاي? الاجراء ان انت. انا بس بربط لك ايه علاقة الفيفا بانتقالات اللي عايزين جوه مصر. واضحت جدا كده تمام. اه اه ان ان انت لما بتحدد على نظام الدورة هيخلص امتى? وهيبقى امتى? وموسم اللي انتقالات. استيتي وشتيتي وهيبقى امتى? يخلص امتى? ده بيبقى علشان لو حصل زي عاملتين اللاعبين والانباية بتاعتهم. الفيفا تدخل زي هتديك مثل زي اللي حصل في موضوع فرجاني ساسي. مم. يعني فرجاني ساسي اتشهد او فاسخ عقده او قال ان عقد انتهى ان الموسم في مصر انتهى فرجاني ساسي اتشهد. بالبيانات اللي اتحاد الكورة المصري. حطاها على برنامج ان الموسم في مصر يخلص واحد سلسلسلين خمسة. نعم. مم. فازن السيفة كل دورها ان هي اتحاد الكورة بيتخلها بيانات خاصة لمعادل المسابقة ونهايتها وموعيد الصيد بتفتح امتى وتخلص امتى? طبقا للاتحاد الكورة حدده. طبقا لمعايير السيفة ان سيفة نزالها كل كل دولة تحدد الموعيد بتاعها بالطريقة اللي هي تضمن نجاح الكورة. مم. يعني زي مسلا في فنجويلا الدوري بيبدأ في شهر الثلاثة. ينتهي في شهر اتناشر. الدوري في الهند بيبدأ في وقت تاني. مم. معظم البلاد بتبدأ في صار اه ممكن بيخلص سبعة او تمانية. دي بلاد زي مصر مسلا السنتين اللي فاتوا بيخلص شهر عشر او حداشر. نعم. ده مش نظام اه اه يعني اه بيتفرد من شيء. نشي فتستقبل البيانات دي. من الاتحاد الدولي. فكل لما البيانات دي كانت اه منظمة انت بتعمل الجدول بتاعك بانتظام. فبتقدر تحطه على. مم. فبتبقى موعيد الانتقالات واضحة. وموعيد نهاية الموسم وبلايك الموسم واضحة. زي ما الاجندة الدولية بتبقى واضحة. الفيكا بتبقى محددها. امتى التوقفات اللي بتحصل السنة دي والسنة الجاية بيبقى معروف امتى الفيكا هتاخد هتاخد اللعيبة بتدي بتسمح للمنتخبات ان هي هتاخد اللعيبة بتاعتها الدولية اللي بيلعبه في انجليل. طيب. فالاجراء اللي بيحصل ان احنا القيد اتفتح من يوم واحد. بيتقفل القيد. يوم واحدة تلاتين. الاجراء كله بيبقى بيحصل على ما بيحصلش اي اجراء ورقي. تمام? نعم. اه انت بترفع بتعمل العقد وبترفعه على السيستم بتاع الاتحاد المصري كوزة القدم. اللي هو يعني سيستم محلي. مش اه وسيستم ناجح على فكرة ما كوش اي مشكلة تقنية يعني. مم. وبيبقى مكتوب اه عداد يا كريم بيبقى في عداد. نعم. الصصة كلها عبارة عن انت اتخال بيانات. نعم. نعم. انت بتعمل اسكان للعقد في النادي. هو دي الاجراءات. الواحد اتنين تلاتة. نعم. بتعمل اسكان للعقد. العقد بيبقى النسخة دي بترفعها على السيستم بتاع الاتحاد المصري. وبيتكتب الساعة والتاريخ اللي انت دخلت في البيانات. هو ده معيار تسجيل النادي للعيد. نعم. لازم لما تيجي تأجل اللعيد. حط العقد بتاعه في الفترة اللي هي فترة الخويد المفتوحة. فترة الانتقالات المفتوحة. اللي هي من واحد لواحد وثلاثين. تمام. طيب. في عداد لان يوم واحد وثلاثين. ساعة اتناشط. وثانية بيقلب يوم تاني في الشهر. فالسيستم اصلا بيرشد ان انت تابلود عقد جديد او او تسجل عقد جديد. خلال. نعم. نعم. نادي الزمالك. اللعيبة اللي احنا بنتكلم عليهم دلوقتي يمكن انا بحبه بس اطمن الناس. يا ريت الاعداد ينزل الصورة اللي انا بعتقالهم. ان اللعيبة اللي الزمالك جابهم. اللعيبة دي على الموقع بتاع الاتحاد المصري كوات القدم مكتوب جانبيهم معلّق. معلّق ده يعني ده معناه ان هو تحت المراجعة. نعم. نعم. ده معناه ان اللعيب تتسجل في الوقت القانوني. نعم. ما هي يا سيد زمير. معلّق من الاتحاد المصري. نعم. معلّق. معلّق ده ومكتوب عدد هيتلاقي في الجزء بالأسهر هتلاقي عدد اللعيبين تحت المراجعة اتنين. نعم. الاتنين دول اللي هم بالحج ونطر منسي لان دول العيبة جايين من عندها تاني. نعم. لكن هتلاقي شبانة وضع مختلف لانه رايب اصلا على قايمة سيد زمالك ومعارض. نعم. وهتلاقي مكتوب عدد اللعيبين الموافق عليهم تتة وتلاتين. ده اللي هو القايمة القديمة بالجديدة. لان في ناس بيتبقى بتبضل عندك على القايمة. بتبضل وقت ما كان عندك حتى لو مشوا زي مثلا يوسف أوباما او ايمن حفني او كده دول بيبقوا كدوا عدد يعني. نعم. كدوا مكان في القايمة فما بيبدلش بحد تاني. تمام. تمام? مم. فاذا اللعيبة مدام مكتوب عدد اللاعبين تحت المراجعة اثنين. ده معناها ان بالتحاد بيراجع العود بتاعت اللعيبة ويشوف اه سلامة العود بتاعتهم بيراجعهم ضريبيا بيراجع الرسون بتاعتهم. نعم. يوافق عليهم بقى يوم واحد في الصهر او يوم عشرة في الصهر. نعم. ده ملوش اي علاقة بيكود اللاعب لان اللاعب الزمال يتسجلوا من يوم واحد ليوم واحد وثلاثين. حتى ان شاء الله يوم واحد وثلاثين بثانية. نعم. وهبعث لك نموذج ثاني. ممكن برضو الاعداد يعني ينزلو. نعم. اللي هو ليه علاقة. باللاعب مسلا عمر السيخ. انا بعيتلو سكريم شاطمن على السيستم بتاع الاتحاد المصري. اللي الخاص بانتقالات اللاعبين. عمر السيخ لو تفكر وكابتن جمالي يفتكر والأساس ذا يفتكره. هو ومصطفى شلبي خلصه في اخر دي نعم. ايه صح. لما تيجي تبص يا كريم في الفاشة عندك فوق في الجزء اللي فوق هتلاقي رقم اللاعب اللي هو هتلاقي في رقم وبعد كده هتلاقي تاريخ القيز عشرة عشرة اثنين وعشرين وهتلاقي تاريخ الاتخال عشرة عشرة اثنين وعشرين. تاريخ الاتخال ده هتلاقي بين كوسين مكتوب اسم حد اللي هو ده احمد ابراهيم اللي هو الشخص الاداري اللي مانود به اتسالة بيانات. اي واحد. وهتلاقي تاريخ الكويد اللي هو مكتوب الكريم انور ده الشخص اللي في الاتحاد اللي وافق على طلب تسجيل اللعيد. نعم. لو تلاحظ هم اللي اتنين في تاريخ واحد علشان دي صفقة خلصت في اخر دقيقة قبل ما قد يقفل. مم. فالتحق الكورة. اه 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 هتلاقي تاريخ الادخال هو تاريخ الكويد لان في الاخر ثلاث كان الاتحاد بفيش وقت والاتحاد وافق واعتمد اللعيد. نعم. طيب. اي صورة تالتة? هشرح لك بالوقت اللي هي الصورة بتاعت اللعب شصان طولي. تمام. جاهزة معنا. يا ريت يا جماعة نجهز الصورة بس عشان ده مهم. عشان عشان اي بشوف معك. بس تمام. تمام. معنا يا بس زميخ. طيب. معنا. دي حالة ده مسال ده مسال بس تحية علشان نبقى ما بنجيبش حاجة من دلوقتي بقولك ده النظام اللي ماشي على اللعيد. هتلاقي حالك على يمين خالص تحت بيانات اللعاب. وتحت رقم اللعاب هتلاقي كلمة ادخال يوم تسعة وعشرين واحد الفين وسبعتاشر. ساعة تلاتاشر وديها. بين كوسين حماد العنور كان كابتن حماد العنور ساد هو مدير اليدات. ده معنا ان ده ده الشخص اللي ادخل البيانات. نعم. هتلاقي جنبيها تاريخ المواسقة واحد وتلاتين واحد. الفين وتلاتاشر بين كوسين. تاني عبدالعزيز. ده الشخص المسؤول في منطقة جديزة الكرة القدم. ده اللي بيراجع على العقل. دي يا جماعة اللي بعدها. معاكم الزامير الفضل. اتلاقي بعدها تاريخ الصيد تلاتة سنين الفين وتلاتاشر بين كوسين وليد العطار. هو ده الستة. نعم. الفين وسبعتاشر. ده معناها ايه? تلاتة سبعتاشر. نعم. ده معناها ان نادي الزمالك في حالة حسان فولو سجل اللعيب قبل ما اخذيه في يومين? مم. طب ما اخذي يوم تلاتة. مم. اللي منطقة الجيزة. وفقت على او رجعت العقد واعتمدته يوم واحد وتلاتين. نعم. اتحاد الكورة. ايد اللعيد يوم تلاتة سنين. ده عدها بشهر. ما ده بروح. بعدها تلات ايام. تلات ايام تلات ايام. او اربعة ايام. انا بتكلم على ليه جبت الحالة دي تحديدا? بزبط. لان هي نفس التوريخ بتاعة الحالة اللي احنا فيها دلوقت예. بالزبط جد. بالزبط كبه. نفس دلوقتي. في مصر بيبدأ من يوم واحد يناير. ينتقي واحد تاتين يناير. اعم. ده نفس التوريخ. زازي مالك. الحالة بقى اللي انا اا بتاعة بالحج وبتاعة اه ناصر منسي هي نفس القصر. ازاملك ايد العيد. يوم. ادخل البيانات يعني يوم وداراتين. اه قبل ما اكد يقل بسبعة ثمان ساعات. تمام. اه اللعيبة عند حضرتك في الصورة الاولانية اللي انا ظهرتها على السيستم موجود ان هما تحت المراجعة. نعم. فبالتالي ده اجراء طبيعي بيحصل انه بيطلعو لنا الكارنيات بعدها باربعة ايام بخمس ايام بعشر ايام. نعم. هو يقدر اتحاد الكورة برضو دول اللينا ولينا دول اللي علينا. نعم. اتحاد الكورة يقدر على السيستم يقبل اللعيبة ويحطوهم زي كده ما هما محسوظ قدامك تحت المراجعة. نعم. ويسلمني بقى انا هيقول لي معلاش. مش هديك الكارنيات غير ما تدفع المدينية اللي عليك. تمام. لكن العكس ما ينفعش. هنطرد اتحاد الكورة عايز يجاملني دلوقتي. وقال لي انا مش هاخد منك اي مدينية. بس انا روحت له يوم واحد فبراير. وقلت رو انا عايز سجل لعيب. هيقول لي لأ انت ما دخلتوش قبل يوم واحد ثلاثين. المعايير انا سجلت اللعيب كنادي اللعيب. عشان كده عاملين تايمر وعملين ساعة وعملين تاريخ وعملين كلام ده كله. نعم. علشان لما المعاد بيفوت يا كريم انا اصلا عسستن ما بيبقاش مسموحي يفاجل لعيب تاني خلاص. دي بقى ما بيفتحش اصلا ما حدل بس. تمام. مم. فانا بس قلت حبيت اصرح هالموضوع لان هو دلوقتي. هما دلوقتي اه انا يعني اتبعت جوابات للسادة ما صلوين في اتحاد الكورة. هما ليهم كل الاحترام بالنسبلنا. ناس اه في الاخر احنا انا شخصيا هتعامل ان هو. نعم. في حسن اه نواية او ان هما متخوفين مثلا. او ان هما بيحفظوا على حقوق الاتحاد. نعم. فعايزين يحصلوا اه مبالغ اه يعني اكبر مكاسب من المديونية اللي ديهم. اللي هي بالمناسبة عشان باقردوا ينبع فيه. المديونية دي على كل الاندية. نعم. المديونية دي على الاهل وعز ملك وعلى اتماع كل الاندية. كل الاندية بتحاول في جل الزيادة اللي بتحصل في في اسعار اللعيبة وفي الانتقالات وفي المديونيات او العضايا اللي انا عطيتها زي مثلا الزمالك جزء كبير قوي من جنيته وفي الفترة اللي فاتت كان بيتصرف على انت بتطور وبتطور الفرقة وعليك الانتزامات وبعد ثاني حصل اه تضخم في الدولار فانت في عندك مرتبات بالدولار. نعم. وعندك مدرب النادي بياخد مرتب بالدولار. نعم. فكل الاندية عندها مشاكل. تشايف الاسماعيلي مشاكله المادية وشايف الابتحاد. كل الاندية عندها مشاكل مادية. دي ما فيها النادي الاهلي لان عنده الخدامات كبيرة. نعم. برضو. فكل الاندية عندها مادية. طيب. هل نادي الزمالك جاله جواب من اتحاد الكورة? زي بقى احنا جواب يعني يمشي على اللوايح وعلى الطريقة او الوسيلة اللي بيتباحها اه في معاملاته مع الاندية او مع الاندية. نعم. يعني دلوقتي لما يجييني مسلا حكمه. مسلا من جرس. او من نادي سبورت الجبون. او من اي اي جهة من. مم. لجأت للسيفا. بتقول ان هي لها مدينية عند الزمال. هل السيفا بيقول لك انت مش هتسجل لعيبة ولا بيمشي معكش اجراءات. بيبعث لك الاول. بيقول لك رد على الابتعاء ده. مم. بيتيك موهلو خمساشر يوم. الخمساشر يوم لما بيخلصوا. وانت ما بتردش. بيخترق ان الموضوع ده راح الفيفا ان هو هيبقى قضية. مم. بعد كده بتخشت اجراءات القضية ان انت بتقول الدفوع بتاعتك في القضية. نعم. بعد كده السيفا بتحكم. او او بتطلع القرار والقرار ده يبقى عندك وقت فيه واستأنف عليه. ولو استأنفت عليه. وطلع لصالحك. من حق الطرف التاني ان هو يستأنف. ولو ما استأنف. ولو ولو عدى الاستيناف من حقك تطعن عليه في المحكمة الرياضية. نعم. تمام? كل دي اجراءات. مم. بالاخر النتيجة النهائية ان ان انت. لو ما نفست في حاجات دي كلها. حيتوقف لك كيف. صح. مم. بص انا بكلمك في كام حاجة عدنا بيها عشان في الاخر انه افضل. الاجراءات. نعم. لكن للأسف اللي حصل في الموقف الاخير ده. مم. انا لحد دلوقتي اصلا. مم. انا اللعيبة على السيسم. متأيدة. اللعيبة متأيدة. انا بادس هو اتحاد الكورة. رافض يديني الكاربنات. مم. لكن انا شايف ان الفطرة اللي فاتت. في بعض الاعلاميين. مم. اللي محسوبين على اندية تانية. مم. ابدوا يتكلموا. ويزيعوا. قبل لما اتحاد الكورة. بيطلع اي بيان رسمي. انا هو لحد دلوقتي اتحاد الكورة. ما قالش في رسمي. مم. انا مش اقيد اللعيبة. نعم. بس في ناس بتحاول تزوء اتحاد الكورة لخناها ان لأ انت قلت كلمة ما ترجعش فيها. مم. تمام? على اساس ان في الاخر يحصل اتجام بالناج الدمالك وبين اتحاد الكورة اللي احنا بتحترمه وعملاش اي مشكلة معايا. مم. ولو في خلافات اه شخصية اه في الاخر اه في حاجات اه فهلة رئيس السحاد رجل كان علاقته باستاذ مرتضى اه قوية جدا لحد اه عشر ايام او سبعين فاته. نعم. لكن في الاخر علاقاتنا الشخصية مش هتبقى بتأثر على المكان اللي انت بتنسره والمكان اللي انا بها لكن في اه يعني لغة كده وفي اه نجا مشغالة دلوقتي انا خلاص بقى زمالك مشغالة. لا دي دعم المشكلة للاتحاد الكورة للاتحاد الكورة. عندهم اه يعني ناس محترمين في المجلس وعارفين هم تبعين للاتحاد الدولي وعارفين ان هما كده هيبقوا عبوا الزمالك واقفوا قيد الزمالك بدون حكم اه اه القضائي او بدون اه قرار من باجنة الانضباط او بدون قرار من الاتحاد الدولي كورت القدم او بدون قرار من المحكمة الرياضية. مم. ده هيبقى يقافوا قيد شافة يعني. يعني بنزل حتى. بنزل حتى ما يخترد. المفروض دلوقتي ده انا علي مديونية اللي انا بعترف بياه مفيش مشكلة. وبالمناسبة المديونية دي اه اه رجعت النقل في 24 نوفمبر اه 2021. مم. لقيت المديونية دي موجودة. احنا لما نفينا كانت حوالي سبعتاشر او تمنتاشر مليون. مم. لما رجعنا لقينا المديونية حوالي سبعين مليون. مم. لما روحت اجتمعت بالاستادة الماليين في الاتحاد وكماس جمال العلم موجود. نعم. لان كانت الموضوع ده تفتح مع كل الانباية. نعم. خصوص رخصة الانباية المحترفة. نعم. لو انت فاكر يا كريم المضادرة. نعم. نعم. انت عشان تاخد رخصة الانباية المحترفة الرخصة دي عشان تاخدها لازم اه انت بتاخدها علشان تلعب افريكي. نعم. ان اه افريكي بيعمل مراجعة بعد كده على على ملف في الرخصة بتاعك. مم. وبيشوف الملف ده اه اه ضخيك ولا لأ. فمن الملف ده حاجات كثيرة ليها على طبع الملعب والاستاد والبجيت بتاعك والجنيات والاا والعود بتاعتك واللايحة بتاعتك والجهاز الفني والاستفاهات بتاعتهم. وفي نفس الوقت اه 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 فيه ليه علاقة بالمديونيات. ليه ده الغير? وال وال وهم محددينها المديونيات ليه ده الغير? لازم تكون صدرة بحكم من اه اه لجنة الانتباط في الفيفا او من المحكام الرياضية. واحكامها ايه? زر قبلة للفاعن او الاستهناس. هو يعني طب يربط لك ان انا لو انت عليك احكام اه لجهات زي ماريتمو او سبورت انجليش بونا او بروس او 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 فرجاني ساتي او اي حد من الناس اللي كان في اه اه تنازع قضائي اه بيننا وبينهم في توقف الفيفا او في المحكام الرياضية. مم. هو بيقول لك لو الحكم لو في حد من اشخاص دول. كان عليك حكم زي الحكم كده النهائي اللي متخد على الكهربا. يعني حكم نهائي. مم. ممسوف تصالح ممسوف اهي حاجة. لو انت متاخد عليك حكم من الفيفا ومحددة في الفيفا او المحكامة الرياضية وما سدتوش فإذا الرخصة بتاعتك هتبقى غير سرية وغير صحيحة. نعم. لكن المديونية اللي بيني وبين اتحاد الكرة دي بمديونية داخلية. يعني ينفع استاذ جمال علامة يجتمع بمجلس الادارة. يقولوا حرصا على آآ آآ الاندية وعلى آآ ظروف الاقتصادية اللي الاندية بتعدي بيها. نحن نأجل المسل المديونية دي بنت شهور او هينفع يقولون هناخد منها خمسة المية ونقصة الباقي. نعم. او هينفع يقولوا آآ لان انا ممكن ادخل في نزاع كريم آآ آآ مالي مع اتحاد الكرة على المديونية. هو ممكن يفتح المديونية دي سبعين. وانا المراجعين القانونيين بتوعي والمحاسبين القانونيين بتوعي. وشايفانها ثلاثين. نعم. في الاخر. يعني في الاخر فيها كلام. ممكن انا شايف. نعم. وعلى فترة بالمناسبة. انا رحت اجتمعت وصل جمال على آآآ من سبع شهور او ست شهور. والمديونية نزلت تلاتين مليون جنيه. يعني احنا جدنا ورق وحاجات تثبت ان الارقام دي مش ضوقة ومصطحيحة والناس اصطراحة محترمين. اماني وعشرين مليون. راجعوا معنا الورق. اتخصم تلاتين مليون جنيه. ما نقصد قولك ان لو انت رحت في مشوار واحد. ام. ونزلت تلاتين مليون جنيه. ازا ان المديونية دي ينفع تنزل. ينفع تتقصط. نعم. ينفع تآآي يصل في ها مواقشات. نعم. لما تبقى ناهاية وبدت وحنا الاتنين معتمدين نلتزي. نلتزي. على بقى نتفق على جدولتها وتسبويةها. صح. فانا ولا جال اه اي جواب بسرا بيقول ان انت كاندي الزمالك لو آآ آآ ما سددتش المدينية اللي عليك او جزء منها آآ قبل تاريخ واحد وثلاتين آآ آآ ما جاليش جواب كده ولو جالي جواب بكده كنت هروح واتفاوض واشوف ايه اللي مطلوب عملك وانا برضو بتحدى برضو مش بتحدى الاتحاد الناس في ناكفة اكيد هما مش قصدهم لحد دلوقتي انا باخد الموضوع دايما بتفاصيل نادي اكيد هما مش قصدهم يضروا نادي بس انا اتحدى ان يبقى في نادي من 18 نادي دفع الماديونية الكلها اللي عليه حتى البيانة اللي نزل من اتحادك فورا قال ان كل الاندياجات اتفقت على جدولك احنا لسه فيها بما ان انا مقايد اللعيبة ومتجدلهم على السيستم انا كمان قدمت مبادرة امبارح واول امبارح واول امبارح بعضت جوابين اه من يوم واحد فبروية لحد اللحظة اللي بتكلم فيها دي بعضت جوابات احنا بطلب منهم ان انا بستلم الكلمات وبطلب منهم ان انا في جدول الماديونية ما عندنا مش ايه مشكلة ان احنا نجدولها ده على مستوى الرسم المساعدة على المستوى الرقم السخصي المساعدة قبل مقتل يقفل راح في نفس الاتحاد الكورا وعرض وقابل المدير السنسيدي وقابل المساعدة القانوني وعرض عليهم اي ضماناتهم عايزين اتخذوه رفلوس نجده عرض خمسة مليون جنيه عقد عرض شهدك شخصي من معاه عشو مليون جنيه عرض شهدك من الجنادي بخمسة مليون جنيه تنازلنا عن ثلوث مستحقات لنا لدى الفيفا خاصة بسيف الدين الجزيري عشان مشاركته في قاس العالم حوالي 300 ألف دولار يعني حوالي 9 مليون جميع كتبنا لهم تنازل عنهم والموضوع على فكرة كان ماشي في اتجاه انه هو بس محتاجين ضمانات ومحتاجين نلم فلوس اكتر عشان المديونية كبيرة فمحتاجين الاتحاد عنده مصاريف احنا كان بذلنا ده الاتجاه اللي احنا فاهمين لكن لو هيبتدي يحصل تلميح بقى دلوقتي لأ ده خلاص اللعيبة ما تأيدتش فاعدل معادي انا عرضتلك على المساشة لا حسان فاولو اتأيد تاريخ القدة ده تاريخ كباعة الكرنيز وبعدين اعايز اشفح لك حاجة ثانية تاريخ برضو الناس تبقى فاهمة هو ليه تاريخ بيبقى ثلاثة اتنين لا خمسة اتنين لا سبعة اتنين لان انت عندك ثمنتاشر نادي الثمنتاشر نادي كل نادي بيأيد خمسة وتلاتين لايب فانت عندك سبتمية وتلاتين لايب بيتراجع في نفس الوقت عشان كده الاتحاد الصخص اللي بيراجع وبيضكك على الحاجات دي على السيستم هو اللي يفرم معاك ان الاقول دي تبقى اتسجلك قبل نهاية التقيد وهو ياخد وقته بقى كل يوم ياخد له عشر عاشتين لايب يراجع قدهم واللي يخلص يبعت الكرناب بتاعتهم لان انت لسه كمان عندك القسم الثاني وعندك القسم الثالث وعندك التاسم الرابع وعندك قطاع النشís نعم تمام يعني الاتحاد في الوقت بتاع الترانسفير بتاع يناير او بتاع الطيف هو مش بس بيقبل عقود الزمالك مش بيقبل الاثنين تلاتة لعيبة على الزمالك لا هو بيقبل الكل العقود بتاعة القيمة الزمالك او قيمة الاهي او قيمة الاسماعيدي او قيمة اه النطر او قيمة اي نادي كل العقود دي بتتقبل بتترفع السسن في نفس الوقت هم بقى بياخدوا وقت في مراجعتها هو في الاخر في عنص البشري في الموضوع عشان كده بتلاقي ان تاريخ القيد بيبقى غير تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل ده اللي النادي يتحسب عليه لكن تاريخ القيد ده ده لما بيخلص بينهو المراجعة وبينهو لكل عشان نرجع بس للنقطة بتاعتنا في وضع الزمالك في التقيد اللعيبة وفي تسجيل اللعيبة من ناحية الاجراءية هو سليل الف في المية الف في المية كمان الف في المية احنا سجلنا اللعيبة قبل انهاي التقيد قبل اه القيد ما يقفل قبل اما السيستم حتى يقفل والدليل على كده ان السيستم قبل وانا لو علامة ديونية دلوقتي فاللي داخل واللي خارج يقف بتعمله ايه تعالية طب انا طب انت شمعنا وفقت على خروج بطاقة امام عشور او خروج او 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 قبلت ان امام عشور يتحط على السيستم نعم بمناسبة ايست بتاعت يعني امام بتاخد وقت او بتاخد اجراءات هدي هو ده المسل اللي عايز الشخورة نعم القيد هنفترض مسلا دلوقتي النادي اللي اشترأ امام عشور المساوضات بيننا وهي شجالة هم عندهم تاريخ وعندهم وقت وعندهم ساعة واحنا عندنا تاريخ وعندنا وقت وعندنا ساعة يعني احنا ممكن يبقى تكد بيقفل عندنا ساعة اه اتناشر بالليل هم يكد يقفل عندهم مسلا بعدين باسبوعين عادي لكن هما بالمناسبة هما كمان كانوا بتاعتهم دي اقفل واحد وتراتين يناير برضو لكن احنا كانت تتفر على ساعات اللي هو فرق الدولي نعم فكانوا الناس هناك حارسين ان العقد يترفع عالسيستم بتاعتين مسل قبل ما ستاعة تقفل عندهم هما تنفر بالليل بالزبط نعم نفس الوضع بقى بتاعنا احنا جدوا بقى طيب هل لما احنا رفعنا العقد عالسيستم احنا ماضينا عالعقد ولا اي ماضي عالعقد ورفعنا عالسيستم بتاعتين نعم. هل هم بعتوا الفلوس? لأ. هل هم بعتوا هل احنا بعتنا البطاقة الدولية? كل دي بقى اجراءات ينفع نعملها بعدين. بعدين. ينفع عملها بعد الزبوع بعد عشر فيام. نعم. ابعتوا البطاقة بعد آآ لكن المعيار اللي يخلي الصفقة بوز او او الصفقة او او التسجيل او القيد او البيع يبقى باطن. معادة تسجيل. انا عملت تسجيل. معادة تسجيل. بعد المعادة. ده ده انا. طب لو انا لو انا عندي مشكلة في السيستم. لو انت واقف لي قيد. مم. دلوقتي. لو انت بتقولي انا واقف التعامل معاك لحد ما تسفع المدينية اللي عليك. طب. معنى انت وافقت على ان العيب يخرج من عندي. مم. وافقتش على ان العيب يدخل عندي. طب. انا النهاردة انا ما اوقف لي اه اه انت واقف التعامل معايا لحين تداد المدينية. مم. طب. انا رحت وصف اقود. ثلاث لعيب اكبر. اللي هو بالحج ونصر اه منتي. واشبانة. نعم. خلاص. وروحت على فكرة اوصف عقود لعيبة تانية نشيين عندنا. كانوا لعيبة. هو. مم. بيتعمل لهم عقود مختلفين. وممكن اقول لك اسماءهم. نعم. وعلى سبيل المثال مثلا اه 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 يعني لعيب اسمه صالح الغديد. لعيب اسمه حارس مرمس موسيمو موليد الفين وتلاتة. نعم. خلاص. دي لعيبة هوا بيتعمل لها عقود عشان تبقى محتركين. مم. فالعيبة دي عالسيستم فيه العيبة منهم. كما سيزور اسماء عشان يبقى يعني. نعم. بعمل مشكلة لحد. بس فيه العيبة منهم. اتسجلت عالسيستم. مم. فانت لو لو هتقبل ناشط. وتقول له اصلا هو هو هاوي. لا هو مش هاوي. اه هو لو هاوي مش هتحط عالسيستم. صح. لنفس اللعيب الكبير بيتحط عليه. نعم. هيتعامل مع نفس الاجراءات بتاعت اللعيب الكبير بتحط عليه. نعم. فأنا انا يعني عشان اقفل الموضوع ده. لان هو اصلا انا مكتش هتمنى اصلا هو يسمى حادي. انا الحد اللحظة باتكلم في دي. مم. متخيل بس ان السادة مسؤولين في الاتحاد الكورة. هم مسلا مشغولين علشان يعني صفر او كانت عامل عندية او هم مسلا يستمعوا حاجة. وان الموضوع بس سواقف على ان يكون موظف. مستقدر ياخد قرار ان هو يطبع كرميات. فمستني المسؤولين يرجعوا اه يعني يتكلموا معي. وانا شرحت الكلام ده. لا اكتر من حد اه في الاتحاد. اه يعني على مستوى الشخصي. بدون ذكرة اتماع عشان ما نصدهمش بحرم. نعم. بس في الاخر اه هو وضع الزمالك السليم الف في المية. انا ما بطلبش ان انا اخد اه تج اللعيب اه بعد بعد انتهاء فترة الانتقالات. لأ هو كل حاجة في الوقت السليم في الوقت القانوني. وطلعت لك تاني نموذج اللحسان طاوله. مم. نفس الاستاذ وليد اضطر يوم بدير التنفيذ انا بحترمه جدا. وراجل نفس الفهمة في اللواح وفهمة في الحاجات دي. نعم. اه جدا. هو نفسه. طبعا اه مقايد لعيبه على فكرة. هو المقايد حسان بقوله على فكرة. على فكرة. انا عندي لعيبة في الزمالك دلوقتي. انا عندي لعيبة عندي لعيبة في الزمالك. عندي لعيبة في الزمالك دلوقتي استنادي والسانة اللي فاتت والسانة اللي قابليها والسانة اللي قابليها عادي تاريخ القدة. ده خلاص لما بتبقى كل الاجراءات خلصت يلا يا عام احنا راجعنا العقد وراجعنا الضرائب بتاعته وراجعنا الرسوم ولانا العقد مخوش اي باندي مش قانوني ولانا ان انت دافع الرسوم ومتدد الرسوم بتاعتك وعمل مراجع ع كل حاجات نعم خد تفضل الكامل تاريخ كده ليه علاقة باسدار الكرميل ده اللي بيكتب على الكرميل صح قددك بقى بتقايد ستتمائة وتلاتين العيد في نفس اللحظة ده فيه ناس بيتعمل لهم تاريخ كده 1 فبراير ناس بيتعمل لهم اتنين ناس بيتعمل لهم ثلاثة لكن كل الناس دي فتجلت لعباتها قبل المعاد زي بالزبطة كريم النظام بتاع السفارات لما تاخد معادش السفارات وبتروح تقف على الشباك لو عندك ورقة نقطة بانك استيكمت او حاجة بيقولك ده ما بيغلكش المعاد بيقولك انت جيتش المعاد وقدمت باسفورك وكل حاجة لكن استكمل الورقة لنقطة دي وهسا روح ادفع لفلوس الرسوم ده موقف الزمالك انا حبيت بس اشرحه للناس عشان فيه لغط وفيه لا قطة الزمالك ما عارفش ايه لا عارف لا لا الزمالك لعيبة مقيدة هو متبقي متبقي زي الصورة اللي انت اول صورة خالص تحت المراجعة متبقي ان اللعيبة تسلم الكارنهات بتاعها وهم واقفين في بعض الكارنهات علشان دي هم مديونية حقهم نقض نتفاوض فيها وياخدوا الحقوق بتاعتهم هم منحقهم برضو يحمل الاتحاد ما فيش باي مشكلة لكن عشان ما نبقاش بنرجع لورا وحد بينفخ في النار ويروح يقول لأستاذ جمال ولا الاستاذ المسؤولين في المجلس انتوا لو رجعتوا في كلامكم وما فيش كلام يتقال عشان يترجع فيه لو رجعتوا في كلامكم يبقى انتوا شكلكم وحش فلا استاذ جمال ياخدوا الموضوع الشخصي ما احنا قلنا مش هنتعامل لا نتعامل لا هو الناس في الاتحاد مسؤولين عن الكورة مسؤولين عن كل الاندية مسؤولين حتى عن الاندية اللي في منهم خلافات معاهم طبعا مصار شخصي او على المقتول هم بيحموا المقفود الكورة وبيحموا الاندية وبيحموا فوق ده ده كله اللعيبة لان اللعيبة دي لو حصل اي مشكلة اللعيبة دي لعيبة مختلفة منهم لعيد النبي يقدر يرجع على النادي وعلى الاتحاد بتعويض هو العيب كان يلعب في نادي فجأة الاتحاد رفض يسجله هو هيروح يرفع عضيه على الاتحاد وهيطلب تعويض وانا للاسف هتطر اتضمن معاه لان انا انا سجلته في الوقت القانوني والاتحاد هو اللي رفض يسجله دي كلها ضد الريجليش بتاعة التيفة واللوايح بتاعة التيفة ان يبقى في الاخر يبقى في معاوقات بالساكل ده عشان في الموضوع ده اتمنى ان انا كنت طرحته بالساكل اكيد يعني ده انت فيه ده انفراد دينا طبعا هنا بالصوت وبالصورة وبالاسكرينات اللي حضرتك بعتها لنا انا بشكرك شكرا جزيلا لاني مصر كلها دلوقتي عرفت الحقيقة واضحة وضوح العيان انت لو حابب ان انت تضيف اي حاجة فينا سيد زمير يبقى الرحب والسعب لا انا حابب اضيفا يعني في الاخر هتكلم في معضية تانية بس اي علاقة برضو بالقيد وبالحجاب دي كلها في الاخر نادي الزمالك دايما بيتحط في ظروف صعبة نعم نعم ويمكن احنا مثلا في نادي لما العناصر كلها كانت مكتملة وكل حاجة كانت مكتملة يمكن احنا نحب نصعبها على نفسنا عشان نرجع نتحدى نفسنا تاني يعني هذه زمالك السامن اللي فاكت كسب الدوري وكسب الكاز وكان عنده 12 لعيبة عاده بيخلص وعنده لعيبة فاكت وعنده لعيبة مشت نعم وخد الدوري وخد الكاز ودروف فيها حاجزة على الارتضة فيها دعيبة مهمة زي تاري حامد وبن سلقي وابو جبل وطفة ستحي ودعيبة كتيره وقوناجم دعيبة كتير هعوضها قصة وصو موسم او في دعيبة كان عندهم مشاكل اه قدرنا ان احنا نلم نفسنا وقدرنا ان احنا نكسب لما جينا عملنا فرقه وبنينا فرقه هي الصعوبة على العناصر الجديدة الجمال عارف بالموضوع ده انت تبخل عشر عناصر جديدة على اثناشر عنصر قديم ان هم ينسجموا مع بعض ويسهموا بعض ويسهموا طبيعة لعب بعض وياخدوا على بعض حتى بر الملعب دي هتاخد وقت ده اللي حصل لنا سهر يانير انا بعتبر ان يانير ده دروب حصل علشان نفوق سوق توفيق كبير جدا لان انت مفيش نادي كبير او صغير عصاكد هيبقى مثلا يعد ست مكشلات واربا عد ما تكتبش لكن في الاخر ده يعني هذه الكورة اتحطينا في الموضوع ده في الاخر احنا نادي جماهيري جمهور في الاخر احنا رفعنا ساقف تطلعاتهم الناس عشمانا فينا وطمعانا فينا لان احنا زي كان عارف تكتبوا الدوري السنة اللي فاتت بسبب صغيرين طبعا كان فيها ناس كبار فيها زيد وفيها شكبالة وفيها فتسوح وفيها امام لكن في الاخر القوام بتاع الفرقة ما كانت مكتمل الناس جروا انت من دولهم ان كان انت عندك القوام مكتمل فانتو المفهود بيتطلعهم الاداء يبقى احسن ان الجهاز الفني مستقر الناس دي مكملة مستنى اللي فاتت بالاستنى دي فالمفهود النتائج يبقى احسن كل ده يعني حاجات حصلت لنا في الاخر كلنا بنتحمل المسؤولاتها كفتارة كورة انا مدير الفني كفتار فريرة ك PLA الإعيبة كلنا بنكسب وكلنا بنخسر بش لما هنيجي نخسر هنتاور على حد ولما هنيجي نكسب نشاور على حد ولو في حد هنتاور عليه السعت الخسارة puisque احنا تتاورو علينا ب salvイلا عيبة في الاخر تتاورو علينا ولا اتشاوروا علي الراجل ولا اتتاور除 عالالبج انا في الاخر اتحمل المسؤولها عشان المكان اللي انا موجود في لكن هنعمل نبتدي من بعد ما نقصين في الدورة وطاعة مقصد في الدورة نبتدي نقول الصفقة دي فشلة والصفقة دي جد فلوس كتير والصفقة دي ما كانت تلعف الزمالك ونبتدي نقطع في اللعيبة بتاعتنا ونقص فيهم ولو نفتكر وده حصل برضو السنة اللي فاتت وسمع ابن جيد السنة اللي فاتت لما خرج ما نكاسر ربطة الجمهور كان بينتقدوا هو هو سمع ابن جيد اللي واخد احسن بدافع في مصر هو نفس البنيادة نعم نتعامل بطريقة معينة اتخط في جروف معينة نجح نتعامل بطريقة تانية فشل فلعبت الزمالك اللي موجودة دلوقتي دي انا مش تخسي يدي منهم اللعيبة الجديدة لا انا لسه مصر من احسن لعيبة اللي موجودة في مطر اللعيبة القديمة واللعيبة الجديدة اللي جات عليهم اضافة ليهم نعم مفيش حاجة اسمها صفقة نجحة وصفقة فشلة مش عايزا بحبش الاجتماع دي بس احنا الناس مركزة معانا بالزيادة اه الوينش يتطاب ربنا شبيه هيرجع قريب اه ياخد وقته لكن برهيم وانداي مش مسموح له يتطاب عشان هو عشان هو انادي نعم يعني هو عشان اجنبي مش مسموح له يتطاب عشان وصفقة لعيبة لعيبة مصري يتطاب عادي ياخد وقته عادي لازم اللعيبة يوصل لها ده يوصلوا ان الناس بتتمنالوا الشفاء يوصلوا ان الناس محدش واقف له بالكربات فوق دماغه محدش عايز يقيمه كل ديئة بيلعبها كل اللعيبة النجوم اللي نجح في الزمالك اللي جمهور الزمالك بيحبها كادت سنة وسنتين على مداخل الجوال الشرق لوينش ده لو نفتيكر لوحدة مدافعة في غفراتي دلوقتي اول سنتين كاز الناس بتقول عليه مندفعة وايه لوينش دلوقتي عمل فراسي بيه في ناس زمالك وفي منتخب مصر احمد سيد ديزو اللي في اول ست شهور جاه كان الناس كويس والله كويس مش بطال احمد سيد ديزو انتظر الموسم اللي بعد اللي بعديه بقى هداف الدوري سنة واربع ده كل بني ادم بيحتاج وقت عشان يتقفل فرجاني ساسي بعد الناس ما كانش عجيبة فرجاني في بداياتها السمية نعم فرجاني ساسي فرجاني ساسي كان في بعض الناس كانت في البداية مش موافقة عليه بس بس طب حيه عايز اقول لحباتك على حاجة في الاخر احنا بنخترق العجلة يا فورة في الاخر في العالم كلنا بنتطرق نشوف كل حاجة انت عندك هازر كان مكسر الدنيا في تشيلفي راح ريال مدريد احسا نادي في العالم ما نجحش تماما وما قدمش خمسة في المية من اللي عمله في تشيلفي بتينيو مكسر الدنيا في دوري انجليزي في ليبر بول راح بارفلونا صلاهوا اعرى بعدها في ست فبور باري ميونيخ وبعد كده بعقول افتون فيلا انا قصدي يعني احنا مش بنخترق احنا نقض احنا رازم ناشف عمل نسيه في الكورة في حاجة ما ينتجامه وتأقلب واحد زكريا الوردي ده جاي من الرجاق جزة مالك في وقت في ضغوط حرقته رجع تاني الرجاق هتتفرجه عليه السنة دي وهتبه بتستمولي تقوله يزاي تتيبه مم نعم لكن في الاخر انا ما بنجحش حاجة لوحد انا انا ده نادي جامهيري الجمهور بتاعه والاعلام بتاعه والحضارة بتاعته كل الناس دي بتنجح اي حاجة او تشاور على شاشة المعاينة نعم تباست عشان نخلص برضو من نظمة اللعيبة اللي كويسة لالعيبة اللي مش وحشة انت جبت ده بقام اصل ده جي اغلى من الزازم طب انا جبت عشرة بنشارك بربعمية الف دولار وكان ارخص من الزازم جبت احمد سايد ديزو بمتين الف دولار وكان ارخص من الزازم وجبت محمد وناجم المليون ونص دولار وكان مكسر الدنيا في الولاد وجل زمالك ما نجحش زي افشرة نعم دي كورة في الاخر احنا بمتعنلش مع البناء ادمين دول من يومنا ما كان لا لا في الاخر انا مش هشاور على الانبيهة تانية في العيب برازيل يجيب مليون وخمسمائة الف دولار موجود معانا هنا في الكهرة بيتفرج على تلقيه في تساعة من الانبيهة في تليفتيوب بتجمد في التلاجة انا مش حاجة بشاور على تفاصيل بس بنادي الزمالك لا نادي الزمالك بيحاول على قد ما يقدر ان هو ينتقل لعيبة ويقدر يجيبهم باسعار كوياتة ويجيب ويناسبين ليه فنيا وكشخصيات والكلام ده كله وارد نخطئ ووارد نصيب لكن مش عايدين بقى اللي هو ايه نهد القصة لو في الاخر القصة او ايه مين اللعيبة اللي حياتهم هفود نجيبها مسلا يعني الناس او الصبحاتي بتتكلب اللي انا برضو لحد اخر لحزة انا بالاسف والله اي حاجة بتتقال او اي انا يعني او اي حاجة بتتكتب انا فعلا والله العظيم مرتفعش بقى اللي اربع عصين او خمس سوين انا فعلا ما بقربش هاللي بيتها بس انا عايز بس يا سؤال مين اللعيب مسلا اللي احنا بقولنا المفروض نجيبه وما جبناهوش يعني مين اللعيب قولي السوق قولي الماركت انت شايف ايه يعني قولي مسلا انا اقدر افهم والله انت مجبتش اللعيب الفلاني ده وده كان معروض عليك بس انت رح تجيب في الاوحش مجبتش القفضة نعم محسول هي كلها عبارة عن محاولات المنطق ده لو احنا بنتعمل به ما كنت سرح تجيبت احمد ساد دي بقى له ثمان شهور بيلعب شنجي يتغير في فرتوغال قال له ثمان شهور ما بيلعبش اصلا كورا لو بتعامل بالمنطق ده بجيبوه لكن هي خدنا مخاطرة في الاخر متام خدتوا المخاطرة هتاخد المكاسب كلها بقى احسن لعيب فناصر وبقى نزل زمالك خوالي بيقدمه بقى فيه دعيبك فتح احمد ساد ديجو مثلا فتح باب للعيبة كتير اجا تانية اتبه الرائط على الموضوع ده اشوف من سري نفس القصة العيب ايه المنطق اللي يقول انه العيب يمشي من الوداد يروح الهلال السعودي يفشل يقعد ست شهور على فكرة هو ما فشلش في الهلال السعودي هو متأخلمش يروح نادي درجة تانية في فرنسا يقعد سنتين الناس كان انا عندي ممكن ابعتها لك يا كريم الناس كانت ساعدها بتحجمني بتقول لي انت رايح تجيب لعيب مغربي مخلص خلص كبير نفس اللعيب ده اللي الناس عملته هاشتاج ايه اللي عمشيش وبتاعه اللي هيتصور معاه اللي هيتصور معه بنترجي من اي لجنة حد من الابارات او اللي كانت موجودة كان هيلز الانتخابات على موقع على الرئاسة عشان بس اعرف يجدد اللي بنترج هو نفس اللعيب اللي كنا انا بتحجم عليه انا خدسه مخاطرة وروح تجيبت العيد بربعمائية ألف دلار محدش كان بيبص عليه نفس القصة على امام عشور اللي هو دلوقتي بيدخل نازل تملك اكثر من مئة مليون جنيه هبعث لك الكريم ساوسيا كريم لما جي في المركاتو اللي كان فيه عواد وابو جبل وصبحي ونجم وبالفارجي وشكبالة ومصطفى محمد وكريم بامبو واسلام جابر ارد الكومنتات الكومنتات على امام عشور ع الصورة بتاعته مين ده رايحين تجيبوا العيب يا لهوي رايحين تجيبوا العيب من محل حرص الحدود هيا دي هيا دي الكورة يا كريم بالاخر امام عشور باثناصر مليون جنيه والناس عايتها كان بتتكلم علي برضو تقول راح جاب العيب من نادي درجة تانية باثناصر مليون جنيه عشان الموضوع فيه شبهة فساد ولا فيه عمولات ولا فيه مش عارف ايه بقى نفس اللعيب ده ده دلوقتي اللي احنا بنتكلم ان انت باعته بمئة مليون جنيه نعم فلو انا بقى شخص فانسك السوشال ميديا وقعد اتفرق كده يا شهور الصفحة دي عايزة ايه وصفحة دي عايزة مين وصفحة دي رأيها ايه خلاص انا رجل ما تحقش ان انا بقى موجود في المكان ده ولا ان انا دير ولا اقدر ولا اجرؤ ان انا اروح عبد معبودية فان يقول له ايه احتياجاتك بقول لي احتياجاتي واحد اتنين وتلاتة فقول له طب معلش ينفع تاخد اربعة عشان في صفحة برشخولك ام او بتقول لك اللعيب ده هيكثر بالدنيا معك ده مش مفيش نادي كبير بالدار بطريقة دي نعم لكن في الاخر انا عايز بستمن الناس احنا اه يعني الموسم لسه مخلص احنا لسه ملعبناش ولا مباراة في افريقيا نعم احنا فضل لنا مباراة نبقى خلصنا نص الدور اللي هو السنة اللي فاتت في نفس الوقت ما كنا في نفس وفي نفس الوضع وفي نفس المشاكل خلاص وقدرنا ان احنا نقفل الدوري واحنا قبل ما ينتهي باسبوعين اه كل حاجة هيحصل فيها مشاكل لكن الفكرة ازاي تقدر تحل المشاكل دي وتواجهها هنقابل مشاكل النهاردة وبكرة وبعده هنقابل كل ده طبيعي دي حياة لكن اه في الاخر كلنا بوعد الناس دي ما تقلوش لموسم دي السطويل اه سعر يناير كان يعني كان سعر كبيث بالنسبالنا كلنا بالنسبة الرئيس النادي بالنسبة للجمهور بالنسبة للإدارة بالنسبة لنا احنا بالنسبة للعيبة بالنسبة للصفصات الجديدة بالنسبة للعيبة القديمة لما بنخسر كلنا في مرمى نيران لكن في الاخر كلنا برضو ده وقت على العهد ان احنا هنرجع تاني نفس الناس اللي كان بتشجعنا في الاستاد وانا بزرع على فكرة هو ده الجمهور الحي الناس اللي تيجي في البرد اه او في الحرب وتبقى موجودة في الاستاد توقف ورزقون تشجع بالتسانين دقيقة وبيجوا قبل المقش الثلاثة اربعة ساعات وبينكوا بمواصلات بعض المقش الثلاثة اربعة ساعات نعم ده اللي انا اقف اسمعه لو زعلان اقول له حقات علي لكن واحد اه اعمل اكاونت حتى لو حقيقي على فكرة بيقول علي ان هو مضروب نعم بس هو علاقته بالزمالك وابارة عن ان احنا ستسانين دقيقة اه في حياته ووقت فراغ كده ستسانين دقيقة بيتبرج علينا فيروح شاكمنا كلنا وقافل التلفزيون انا ده بنزبالي اه ولا هاخد برأيه ولا هاخد نصايحه اه عايز تحب نديك تعالى شجع اللعيبة بتاعتك تعالى اقف جنبهم الوضع بنتمنى ببقى الحمد لله يعني فوق المستقر الحمد لله احنا عندنا اه كابتن مصمع موجود دي بذكره على الفترة اللي هو الحمد فيها المسئولية اه على ما على ما ارتب ترتيب يعني عيد ترتيب البيت تاني من جوة بذكره فيها اه بذكر فريرة اه احنا متمسكين به الراجل كان يعني اصابه احباط للنتاج اللي حصل في يناير الادارة كلفتني قالت فيل من عليه الضغوط اه 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 كان على مدار اسبوع بتكلم معاه وبتفاول معاه مش في الشرط الجزائي الشرط الجزائي مش حاجة في المعادلة الراجل ده نيجيح معنا لكن الراجل ده لما حصل سوق نتائف يعني هوش يعني حسن العجلة وقفت لان هو برضو في الآخر تايف ان الضغط اللي بيحصل ممكن يبقى هو السبب فيها الراجل قرر ان هو يعني ياخد جام احنا تمسكنا به الراجل موجود بكرة ان شاء الله في التمرين نعم علاقة اكتر من ممتازة نشكر كابتين اه اه يعني ما عندهش اي خلافات عشان برضو ده كان بيتقال ان هو متخاني مع الراجل والراجل متعايسه بس هو شغال مع الراجل نازل ينبحث مع بعض السبب مع بعض كل واحد هيقدم اضافة للفرقة دي كل المشاكل اللي موجودة جوة الفرقة الحمد لله اتحلت نعم انتظروا فتوح وانتظروا عبدالله جمعة نعم اضافة للفرقة اكتر كمان مستنى اللي فاتت ان شاء الله بإذن الله نعم كل المشاكل دي اه احنا بنواجهها وواجهناها وهتقابلنا مشاكل تانية هنواجهها وهنعديها ان شاء الله ونتقابل وقول لك على حاجة دي وانا شخصيا انا شخصيا يعني بشتغل في نازل زمالك متطوع وبشتغل باخد كارات بنية ان انا والي ده مش بكرة فانا كده كده مش يعني انا كده كده هعمل الصف صح للمكان ده لان انا ما عنديش حسابات تانية ولا ترتيج تانية غير ان انا انا شايف المكان اللي انا موجود فيه ده ده انا مرضي بيه جدا ومحصول بيه جدا ان انا اصلا بالمسل ناجل زمالة ايحد لو ادائي معجاب كومف او معجاب او المدير الفني ادائه معجاب كومف او حتى مجلس ادائه ادائه معجاب كومش مع ان المجلس ادائه اللي بيحاسبه هو جمعيته العمومية لكن انا كم عليها ناشط فيهم انا او المدير الفني او اللعيبة عندنا نهاية الموسم نبقى نتحاسب فيهم كلنا لكن الموسم شغال والمركب ماشية احنا مش مش هنقبل ان يبقى في حد محصوب علينا هو اللي بيقرب او هو اللي بينطاكد او هو اللي بيقطع او هو اللي بيهز اللعيبة او هو اللي بيصدر بشاكل نعم فانا بوعد بالخاطرة اللي جاية اه احنا كلنا هيبقى يعني ايد واحدة وفي الاخر نشوف في الموسم ناخد مخاطرة زي ما خدنا مخاطرة السنة اللي فاتت نعم خدنا مخاطرة السنة اللي فاتت باتناشر لعيب واربع نشدين ونجدنا الدورة والكاس نعم وربنا ما ارادش ان احنا ناخد واحنا فول تيم اه لما كان ظروف احسن ربنا ما ارادش نعم هنحارب على البطارات اللي بنلعب عليها ان شاء الله دوري اه كاس اه افروكيا اي بطولة انا هنحارب عليها يزن الله واتمنى بقى يعني التون بتاع التسخين والتون بتاع 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 تصدير المشاكل من بعض الخنوات او بعض الاعلامين مش هيجيب نتيجة لان في الاخر اسهل حاجة ان انا ازاق وامشي المستشار يزاق ويمشي كابتن جمال يزاق ويمشي فريرة يزاق ويمشي تمام؟ لكن في الاخر احنا اه مش هنمشي غير فبطولة او انا مش همشي غير واقع فبطولة او همشي غير واقع فبطولة او همشي غير واقع زي ما مشيت في المرة الاولانية في نهاية افريقيا اه دي ممكن تبقى لكن همشي عشان في صفحتين مش عاجبهم عمر السيسي ومش عاجبهم مصطفى سلبي ومش عاجبهم عمر جابر فانا بيتبقى قيم دلوقتي على الكورة اه دخلت جوا العرض انا قشين الكلام دا كله نبعد عن اللعيبة ونبعد عن الجهاز الفني ونسيهم اه ونسيهم دعم بتاعهم ونسيهم التشجيع اللي ااخد كل واحد يعمل شغله المشجع بقى يشجع اللي عنده صفحة يسفلها ويروح للأستاذ عنده شاسة تذكارتي يقدر يشتري تذكارة ويروح يشجع الفرة بدل ما هو قعد على الناس بيكتب رقيه الفني وبيحلل لنا مطلعات وبيقول لنا مين يلعب مكان مين وبيقول لنا انتو حلته الموضوع دا غلط انتو كنتو المفروض تعالجوه بالطريقة الكلانية مش بالعلانية ياريت يعني يوفر مجهوده وطاقته ويجي يشجع معنا محتاجين الناس يبقى معنا اه احنا طلبنا من الامن وطلبنا من الاتحاد الصورة ان العدد الجامهيري يزيد عشان هنبقى محتاجين الدعم دا مش هنبقى محتاجين تقطيع عالسوشال ميديا نعم كابتن جمال بس له مدخلة محضرة انت قلت حاجة حلوة جدا جدا وانا بقول لك استمر انت ملاكش دعاوة بالسوشال ميديا بتقول انا ما بعراش بقالي كتير وما بتطلعش انا من الجمهور اللي هو بيفضل قبلها باربع ساعات وبعديها وفي وسط الماتش بيبقى معنا وكده فطبعا انا بقول لك اشتغل وانا عارف انت بتشتغل ازاي فربنا وفاك وخليك مستمر وعلى فكرة الشجرة المسمرة الناس بدايما بتحدفها بالطوب علشان توقع السمر الحلوة اللي فيها فاشتغل امير واحنا معاك وفي ضهرك وربنا وفاك ان شاء الله بإذن الله إحنا كلنا قبتان بشرك طبعا الكلام ده وإحنا كلنا انا بتعلم من حضرتك وانا بتشرف الناحيب بتقول عليك بكلام ده بسيحنا كلنا داخلنا اا احنا كلنا ا loops في الظاهر النادي وفي الآخر يعني ااا اا عندنا رئيس قوي وعندنا مجلس الدارة قوي حضرتك موجود فيه وعندنا جمهور اقوى وعندنا فريق محترم وعندنا اعلام محترم اا احنا مش عادي عيد بس مش عادي حد يعديننا بالآخر احنا مشاهدين حد يعدينا مشاهدين حد يصدرنا مشاكل نعم اه وتمنى ان الموضوع المدخلة دي توصل للناس مسؤولين في اتحاد الكورة انهم يعني انا عارف انهم مش موجودين في الكاهرة معظمهم يعني نعم اه يمكن الشخص اللي بيعرض عليهم يعني اعتقد الشخص اللي بيعرض عليهم الموضوع بيعرض عليهم الموضوع غلط لسه معرفشهمش تقيتين الموضوع ازاي نعم